سؤال محرج بالسياسة لك ساعة تسألني وين هو السؤال وين هو السؤال تعيين الرئيس أمين الجميل لميشيل عون رئيساً للوزراء كان واجب وطني تصفية حساب مع القوات أو غلطة العمر ولا واحدة على فكرة اللي بيعرفوا هذه الحقبة بيعرفوا كيف صار هذا الشيء اليوم ما كان فيه بقى إمكانية لانتخاب رئيس أصبح الخيار الوحيد هو حكومة انتقالية أول شي جرب جميل يركب حكومة بوقتها مع النايب حلو واليوم ما قادر يركبها وجربوا يركبوا كذا تركيبة كل ما يجربوا يركبوا حكومة كل الوزراء اللي كانوا ما يسمى بوقتها بالمنطقة الغربية ما يقدروا يلتحقوا لأنه طبعا كان فيه احتلال سوري كان هذا شيء يعني اغتيال فعليا سو جربوا يركبوا كل الحكومات ما قادروا يركبوا ولا حكومة الآخر شي كان فيه حل وحيد ما فيه غيره ياللي هو المجلس العسكري هو لم يسلم ميشيل عون هو سلم المجلس العسكري يلي يتألف من 3 ضباط مسيحيين و3 ضباط مسلمين والشيء الثاني اللي كان بيشبه هذه الحالة كان مجلس القضاء الأعلى يلي كان فيه قضاء مسيحيين ومسلمين المشكلة كانت أنه مجلس القضاء الأعلى ما عنده قوة يحمي حاله يعني اليوم القاضي اللي عايش بما كان يسمى الغربية هذا كيف يخلص حاله إنما بوقتها إجه قاله المجلس العسكري يلي هو بيتألف من 3 ضباط مسيحيين و3 ضباط المسلمين أول شي بيأمن شراكة وطنية مسيحيين ومسلمين وعنده القوة يدافع عن حاله لأنه عنده عسكر هيدا كان الخيار وعفكرة هيدا الخيار تم بموافقة كل القيادات اللي كانت موجودة بالأسر الجمهوري بلحظتها ومنه الدكتور جعجع يلي راح على خلوة هو والجنرال عون وخرجوا من الخلوة ومشوا بهيدا الخيار وعفكرة هيدا تجلى كمان الاتفاق انه بعد فترة من مجايز جميل خلصت ولايته النفا من منطقة كان يضع يده عليها الجنرال العون ودكتور جعجع ومين دفع من جميل الى الزهب الى المنفاق عم بلك هيدا التركيب لأنه فعليا طبعا يمكن بوقتها صار فيه اختلاف وجهات النظر مع القوات اللي حاصرت له بيته والجيش اللبناني اللي اختفى من المنطقة فأزان هيدا الاتفاق هو اللي أخرج اللجائز جميل من لبنان تتعرف أنه أصلا هيدا لم يكن خياره كان الشيء الوحيد المتوفر مجلس الدفاع يلي هو كان يتألف من ثلاث ضباط مسعيين وثلاث ضباط مسلمين هناك من يقول أنه لبنان عرف بتاريخه أكتر من فراغ رئاسي ليش ولا مرة تم تسليم مجلس عسكري إلا بعهد أميني جميل لأنه يمكن كان فيه غير خيارات متاحة يعني يمكن لو قدروا يشكلوا حكومة كانوا كانت مشيت لحكومة يعني جربوا جربوا حكومتان ثلاثة وبقوا لنص ساعة الأخير يطلعوا بتشكيلات يودوها يحكموا على الوزراء اللي موجودين بالغربية يقولوا إيه وبعد نص ساعة يتألف نوية تزرق مشاري سلايمين ترك وفل ما كان مقصوم لبنان كان فيك تشكل حكومة ما تشكل حكومة ترك وفل وفيه فراغ ما عملك إنه ليه كان فيه إصرار بدك تشكل حكومة ليه بك تترك البلد فراغ الفراغ ما كان أفضل بهديك المرحلة من المجلس عسكري ليش أنت كتعارف إنه مجيء ميشيل عون سيؤدي إلى هذا الصراع ويكون أميني جميل صفح سبيته مع اثنين أبداً لا أبداً ما أرجع أبداً لك كيف كان مصر عليه ما زي جرب كل الخيارات قبله إنه جربوا ويركبوا مجموعة حكومات قبله ما قدروا يعملوا ولا واحدة آخر شي بصرنا بالربع ساعة الأخير في هيئة واحدة باللبنان فيها مسيحيين ومسلمين وقدر تدفع عن حالة هو هذا الشي وسلم مجلس وسلم هذا الشي يعني لم يختار ميشيل عون كشخص وبعدنا أنه أنه أنت كان أصلاً في زلمة هو من أبرز الخيارات اللي كان عم بيجربها في زلمة من أبرز الخيارات اللي كان عم بيجربها أنه يمدد لحاله أنه هو كان طالب هو كان ناطر موافقة السورية على التمديد لأنه بالنسبة تقول لك آي وبرهان عاشي طالعه على سوريا بينسوا أنه كانوا مجتمعين كل القيادات المسيحية بيب كركة ويجتمعوا وحطوا على ورقة ثلاثة أسامة وهن يطلبوا من أمين جميل يقوم عند عبشار الأسد ويجتمع فيه ويطرح عليه واحد منها ثلاثة أسامة وفات واجتمع فيه ويطرح عليها ثلاثة أسامة وكل المؤرخين بيخبروا بيفوت فجأة على الغرفة ضابط سوجة بيتوجه عند حافظ الأسد بيفتح لورقة بيقراها للورقة بيسكر الورقة بيقول له خلص الاجتماع أنت وقفك تعمل شي صار فيه اجتماع ببيروت وانت يمكن ما تقدر ترجع على بيروت فإذا لم يطلع يمدد لحاله كان طالع بمهمة فوضوا إيها البترك الماروني وكل النواب المسيحيين كانوا موجودين ببكركة بس هيدا من المغالطات التاريخية اللي بيخبروها أمين جميل طلع على سوريا بتفويد من البترك شو لك؟ باجتمع ببكركة تاريخ عم نحكي اجتمعوا كل النواب مسيحيين ببكركة طلبوا منه يتوجه على وكان فيه مفاوضات بوقتا كانوا السوريين طرحين بخايل الظاهر وإجوا المجتمعين طرحوا ثلاث قسامة بديلة وقالوا يفاوض على واحد منها ثلاث قسامة حقائق تاريخية هيدا وكيف لرئيس جمهورية يقبل يطلع يفاوض مع دولة تانية شو كان فيها على اسم رئاسة رئيس جمهوريته دولة محتلة لبنان ومحتلة نص لبنان وعم تتعامل مع أمر وقع شو كانت الخيارات جالب توصل لا تسوي لأنه كان في الأمر كان يدخل المقاوم الكتائب اللي قدموا الشهداء بمواجهة السوري بالميادين شو اللي كان جيبرو يطلع على سوريا ويستأذن السوري مين بده يجيب رئيس لبلده ما كان عم يتصرف كمقاوم كتائب عم يتصرف كرئيس جمهورية لبنان على أسوأ رئيس جمهورية لبنان بيروح يطلب بياخد ثلاث أسماء للرئيس السوري رئيس جمهورية لبنان طلعت 13 مرة على عهده على سوريا سوريا كانت لاعب أساسي بلبنان وكان الأمريكان لاعب أساسي بلبنان وكانت إسرائيل لاعب أساسي بلبنان هيدا كان لبنان بش زمن الحرب واليوم كانوا عم يفرضوا عليك السوريين شي وطلعت أنت بشي بديل أنت أصلاً أي مفاوضات إسرائيل بالعالم أنت ما تتفوض مع أصحابك أنت تتفوض مع أعدائك اليوم حزب الله وقت يحرر أسرة بيتفوض مع إسرائيل تتفوض مع أعدائك طبعاً لما تكون عم تتفوض مش تطلع عند عدوك بتقله هاو ثلاث أسماء نائلة وواحد يكون رئيسي هاو كان طارح عليك وواحد هيدا إزعان هيدا إزعان عاكل حال هيدا كان خيار الباترياكي المارونية وكل سيئسي لبنان ترجمة نانسي قنقر